طيب اه رقم ثلاثة بيقول design a Miller integrator. طيب Miller integrator هو بيقول لي اعمل لي design لها. طيب عمل design ازاي? اجي اقول هنا ادي ده negative poster. انا شغالة integrator. فالانتجريتر انا امدخل ال input بتاعها على ال negative اللي هو ال inverting. واتفقنا ان انا عندي هنا مقاومة اسمها R وعندي هنا كابستر. تمام? اللي هو السي. طيب ادي السي ودي R. ودي هنا ده ال V in. ودي ده هنا ال V out. تمام? طيب ده كده بالنسبة دي ال integrator بتاعي. هو بيقول لي عملي design. انا رسمت الرسمة. اللي بقى نقص عندي. هو بيقول عندي آآ مدينا unity gain frequency بعشرة كيلو رات برسكند. يعني مدينا تمام? وبيقول لك عندك input resistance بمية كيلو. يعني هو مدينا ال R هنا بمية كيلو اوم. تمام? طيب بعدك بيقول لك sketch output خلينا في اول مطلوب اللي هو design. انا دلوقتي عملت كل حاجة ايه المجهول اللي عندي بس الوحيد السي. طيب هجيب السي ازاي? هكتب القانون بتاعي. القانون بيقول الجين بيساوي واحد على اوميجا ار سي. طيب في معلومة بس هقولها لما يقول لي ميلر انتجريتر فده كده معناها ان الجين بتاعي هيكون بيساوي واحد. طيب. فلو جينا بصنا في اول سؤال انا موقتش في معلومة دي لانه كان اصلا اي اللي جبن ان ال V in بتساوي ال V out. فكده كده معناها ان الجين بيساوي واحد. هي نفس المعلومة بقى ديت. هستخدمها لو هو ما تدريش المعلومة دي. يعني هو هقول ان الجين عطول بيساوي واحد. فهيبقى واحد على اوميجا ار سي بيساوي واحد. طيب هو مدينا الاميجا بكام? اي لان الاميجا بعشرة كيلو راد. تمام? يعني عشرة طيب ورزيستنس مدينا بكام بمية كيلو. يبقى مية طيب انا عندي مجهول واحد بس اللي هو الكاباستر. عارفت اجيب الكاباستر اللي هو يطلع بواحد طيب تين باور نيجز بناين فاراد. اللي ممكن حد يكتبها واحد نانو فاراد. طيب. ده كده بالنسبة لاول مطلوب. المطلوب التاني بقى قبل ما نبدأ فيه كان فيه معلومة انا مرفوض كنت اشرح لكم في الاول. هو ان انا عندي لما سانية امسح ده. لو انا دلوقتي انا شغالة تمام? الانتجريتر لو انا مدخلة بتاعي بالشكل ده. الاوتبوت بتاعي هيكون شكله ازاي؟ يعني انت او شفته في المعمل على الاسترسكوب هتلاقيه شكله كوزاين ويب. طيب يبقى انا كده اما مدخلة امسح ده. ساين ويبقى الاوتبوت بتاعي هيكون شكله كوزاين ويب. طيب وده ليه؟ علشان انا عندي فيس انجل تسعين. فحصل ايه؟ شفت للسيجنل بتاعتي بزاوية كام تسعين. طيب ده كده بالنسبة لاول ايه؟ اول حاجة عندي. طيب تاني حاجة عندي لو انا بشتغل بالشكل ده سكوير ويف. طيب شكل ده هيعمل ايه؟ شكل ده هياخد الجزء ده اللي هو اول جزء مشي اللي عند البوستر وهيعمل له ديس شارج. تمام؟ يعني هيقلل هيقلله بالشكل ده هيحوله من الجزء ده للجزء النكتف. والجزء اللي عند النكتف ده تمام؟ هيحوله شارج. انه هو بتاع ايه؟ انه هو يشحن. تمام؟ يبقى هنا شارج. طيب يعني هو في الاخر هيطلع لي شكل ايه؟ تمام؟ طيب ده كده بالنسبة للسكوير ويف. طيب ده كده في حالة الانتجريتر. طيب لو انا مدخلها بقى بلس. لو انا مدخلها بلس بالشكل ده. طيب انا مدخلها بلس. فهو نفس الشكل الفكرة للسكوير ويف. الجزء البوستف ده هيتحول لإيه؟ هيتحول لخط كده هيحصل له ديس شارج. تمام؟ طيب. والجزء بقى اللي هنا عند الزيرو اللي هو هيفضل عندي ثابت. تمام؟ ده هيحصل له ايه؟ هيحصل له انه هو هيزبت عند قيمة الطايم اللي دخلاله. ما هو انا المفروض الانبوت ده اللي دخل لي. ده في ان وده الطايم بتاعي. وده برضو في ان وده طايم. فهو هيجي عند النقطة ديت وهيزبت. اللي هي النقطة بتاعت مسلا يزبت عند الطايم اللي هو من دولك. تمام؟ طيب وهيبقى هنا حالة الساتيوريشن. يعني هو حصل له ديس شارج وجيه عند هنا ساتيوريشن. طيب والجزء ده احنا بنسميه ايه؟ ده بسبب تغير الار سي. يبقى ده بسبب تغير التاوي اللي هو التايم كونستنت. تمام؟ طيب لما بيتغير التايم كونستنت بيحصل لي التغير ده اللي هو الخط اللينير اللي هو بيحصل فيه ديس شارج. تمام؟ طيب فهو بيقول لي ايه دي الوقتي؟ نرجح تاني المسألة كده. طيب هو بيقول عندي هنا ايه؟ بيقول عندي سكيتش الاوتبوت. عايز ارسم الاوتبوت. لما هو ميكون مديني اه الاوتبوت انيشيلي عند زيرو فولت يعني لو ما حصلش ايه تغير هيبقى قمته عند الصفر. تمام؟ وبعد كيب يقول لك عندك اتنين فولت وميت مايكرو سكند بلس. يبقى هو مدينا شكل ايه دلوقتي؟ بلس. تمام؟ البلس ديت شغالها من عند عند قيمة فولت كنتو اتنين. تمام؟ والطايم بتاعه ويف عند ميت مايكرو سكند. تمام؟ وايه لكن ده بتاعك يعني ده كده البي ان. تمام؟ وده طبعا التايم. تمام؟ فده كده او ده تاني مطلوب هو طالما. طيب عايز ارسم الاوتبوت. فاحنا اتفقنا خلاص الاوتبوت هيبقى شكله او عامل ازاي؟ انا دخل لي بلس. يبقى اول ويف اول اول ويف هنا عندي في البلس. المفروض يبقى حصل لها دي الشارج في ناحية اللي هي وصلت عند هنا انا معاشر كنتو كان بس انا عارفة ان كنتو هنا بالنجاتب. تمام؟ طيب وانا عندي هنا وقف عند النقطة ديت وكمل هنا كده كان بزيرو. طيب حصل له اي حاجة حصل له ان هو بقى ايه؟ في حالة تمام؟ يبقى الشكل ده بتاعي. طيب. بتاعي الطايم فين؟ الطايم اللي وقف عنده. اللي هو مية ومايكرو سكند. يبقى انا كل اللي انا عايز اجيبه في رسمة الاوتبوت كده انا اخلاص عرفت الرسمة انا عايز اجيب النكتب في اوت. طيب هجيبها ازاي? هجيبها من الرسمة بتاعتي كاني بحل المسألة ايديا لعادي جدا. تمام? طيب هبتدأ اول حاجة. هجي اقول هنا. انا الرسمة هي هرسمها تاني. لهيكة رسمة الديزاين. ادي هنا وهدي هنا الكاباستر. اتفقنا الكاباستر بواحد نانو اللي هو تين باور نيجتيب ناين فراض يعني. وهنا بمية كيلو. وهدي هنا الفي ان. تمام؟ هو اول حاجة هقول ان انا الطيار اللي داخل هنا قمتوا بكام بزيرو. الطيار اللي داخل هنا قمتوا بكام بزيرو. دعول. وفلت ده هو الفلت ده. يعني لو مية ناجاتب بتساوي واللجية. واللجية بالمية ناين متواصلة بكاد Ernت فده بزيرو، وده بزيرو. طيب التيار اللي هنا اسمه اي واحد وهسمي الطيار ده اسمه اي تنين فا buysうわحد هو بيساوي اي تنين زائد الطيار اللي هنا الهو اي جيد. اللي هو قمتوا بزيرو. ويبقى اي واحد بيساوي اي تنين. يبقى دي اول معروع طيب اي واحد اللي هو عبارة ايه? اي واحد بيساوي بي على الار. اللي هو الفولت اللي هنا اللي هو زيرو على المقام اللي هو ميت كيلو. يبقى على الميت كيلو. طيب ال هنا قيمتها بكام? هو اصلا مدها لك ان هي قيمتها باتنين فولت. اهي. يبقى انا ممكن احط ان ال بي ان باتنين. يبقى اتنين على ميت كيلو. اللي هي هتطلع بكامل. هتطلع في الاخر بو اتنين ميلي امبير. طيب انا بجيب ليه كده الاي واحد هنشوف بعد شوية. انا عايز اجيب قيمة تمام? طيب. فهيجي اجيب اي اتنين. اي اتنين اللي هي عبارة عن ايه? بي على الار برضو. طيب بس انا عندي هنا كاباستر فهنخلي بالنا ال في هتبقى زيرو ماينس ال في اوت اللي هي نيجة ال في اوت على الكاباستر احنا اتفقنا مش هنقولها على الكاباستر هتبقى واحد على السي. كل ده بدلالة ايه? بدلالة الطايم. ما ننساش. فكده معناها ان ال في اوت هتلاوي اتنين على السي في التي. تمام? طيب ده كده ال في اوت. طيب ال في انا كده ال اي عندكم اتها ولا لا? عندكم اتها بكام بو بوينت او اتنين ميلي امبير. والسي انا عندي كومتها ولا لا? عندي كومتها اللي هي تين باور نيجتيب نايم. طيب والتي هو مدينها كومتها بكام بمية مايكرو سكند فهضرب في تين باور نيجتيب سيكس وهنا هضرب في تين باور ايه نيجتيب سري. كده جبت ال في اوت طلقت ال في اوت في الاخر بسالب اتنين بولت. فلما اجي حطها هنا هتبقى كام بسالب اتنين بولت. معلش بس هنخلي بالنا من حاجة التي هنا. يعني واحد في التي على السي. معلش ديك يا طالطة مني. فهي واحد في التي على سي. هو التغير في الطايم. واحد على السي في التي يعني. تمام? طيب ده كده بالنسبة للايه? لرقم الجزء التاني. اخر جزء بقى بيقول طيب يعني بيقول لك كده عايز يعرف الاوت بوت هيبقى كام? لما هو مديك الامبوت ساين ساين ويف باتنين ساين تن باور فور تي. يعني هو بنفس الشكل ده. طيب اعملها ازاي? هي اقول هو انا الاوت بوت بتاع عبارة عن ايه? ال في اوت بيسابي. ناجتف في ماكس ساين اوميجا تي ماينس الفيس انجل بتاعتي. طيب ايه بقى ايه الشكل ده اما هو? ده الاوت بوت بتاعي. هو ناجتف ليه? لان انا مدخلها على انفيرتنج امبليفاير. لو انا بدخلها ساين ويف بالشكل ده. المفروض يحصل لي ايه? هتشقليب لي الساين ويف كده. تمام? فهيبقى ده بالناجتف. عشان ده انفيرتنج. طيب ال في ماكس اللي هو احنا عارفين ان احنا بناخد ال في ماكس من بتاعي. طيب. ساين اوميجا تي. الاميجا اللي هو مديها لي هنا اللي هو اتنين ساين تن باور فور تي. فهو مدينا هنا ده الاميجا. تمام? يبقى انا عندي الاميجا كده انا عرفتها ان هي تن باور فور. طيب. والفاي دي اللي هي اللي انا عارفة ان انا عشان اشغالها هتبقى بتسعين. يبقى انا محتاجة اجيب ايه? بتاعتي. طيب اللي هو عباره عن ايه? هكتب اه هكتب القانون. هو من غير بقى من غير مكتب القانون انا خلاص عارفة ان المفروض ان انا كده جبت من على الرسمة ان المفروض كان لما الامبوت كان باتنين فولت الاوت بتطلع بكام بنكتب اتنين. وهو الرسمة اللي انا عملتها كده اهي. تمام? كان طلع في الشكل بتاعي بالشكل ده وبعد ما حسبنا طلع ان هنا كان بنكتب اتنين فولت. تمام? فانا المفروض ان انا الفولت بتاعي لما كان اتنين هيطلع بنكتب اتنين. يبقى انا هحط هنا البي اوت على طول بكام? بسالب اتنين صين اوميجا تي اللي هي تين باور فور سي. تمام? ماينس التسعين. اللي هو الفيس انجل. يبقى انا كده طلعت ايه? طلعت البي اوت. يبقى ده المطلوب التاني. تمام? طيب. برضو حاجة تانية هقولها ان انا علشان انا مدخلة هنا بالبوستف. وانا شغالة تمام? يعني شغالة بالنجاتف عشان كده طلعت في اتجاه يعني حصل مش حصل تمام? ده كده عشان انا شغالة ده كده خلصنا الانتجريتر.